لكن بهذا الفيديو رح أتطرق لبعض أسباب فقدان معنى الحياة وكيف نقدر نتعامل معها من أسباب فقدان معنى الحياة إنك تعيش بوهم الضحية أو وعي الضحية بإنك تستنى من الخارج إنه يمنحك معنى لحياتك لكن في الواقع أنت المسؤول الأول عن إعطاء معنى لحياتك وحل هذه النقطة إنك تطلع من وعي الضحية لوعي الشجاعة والمسؤولية والنقطة الثانية تابعة للأولى إنه أنت بتسعى في هاي الحياة فقط من أجل الأخذ وهاي الطريقة في الأنانية فقط في الأخذ بتكسر قاعدة التبادل بين الأخذ والعطاء والحل تبعها إنه مثل ما بدك تاخذ من الحياة يعني من الأشياء والأشخاص من المهم تتعلم تعطي الحياة وهيك بتنتعش وبتحيا دائرة الأخذ والعطاء وبتبلش تستعيد معنى الحياة في حياتك والنقطة الثالثة لو كل واحد منا سأل متى يفقد الإنسان معنى الحياة بكون الجواب لما يفقد الإنسان معنى القيمة والحل تبعها برفع مستوى القيمة بإنك تعطي قيمة لأبسط الأشياء اللي عم تستخدمها وتشكر الله عليها إنك تعطي قيمة لأقرب الناس حولك ولأبسط الأعمال اللي بقدموا لك ياها اللي إحنا مرات ما مننتبهلها وما منعبرها وظل دائما متذكر تستمت قيمة وجودك وحياتك من مصدر الحياة ومصدر السعادة اللي هو الله ولما تختبر فرح الحياة بحضرة الله رح تقدر اتعبر عنها تمنحها للناس اللي حولك آمين